اشتركوا في القناة وتم خلال الاجتماع فتح 80 عطاء لعدد 14 مناقصة مطروحة من 9 جهات حكومية وتضمنت الأجندة مناقصة لوزارة الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تشغيل شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة وفيما يتعلق بمشتريات هيئة الكهرباء والماء قامت اللجنة بفتح أربعة مناقصات للهيئة بشأن الأوامر التجريبية العدادات الإلكترونية الذكية المستخدمة بإدارة توزيع المياه كما قامت لجنة فتح العطاءات بالمجلس بفتح عطاءات مناقصتين لشركة نفط البحرين بابكو وفي السياق ذاته تم فتح عطاءات مناقصة لشركة تطوير للبترول بشأن عقد لتأجير المركبات لمدة أربع سنوات أما على صعيد قطاع طيران فقد تم فتح مناقصتين لشركة طيران الخليج في نهاية التدولات الأسبوعية أقفلت بورصة البحرين عند مستوى 1490 نقطة بتراجع بنسبة 3.9 عن إغلاق الأسبوع الماضي وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في البورصة مليون وتسعة وخمسين ألف دينار بحريني بمتوسط يومي لكمية الأسهم بمقدار 4 ملايين ومائة وستة آلاف سهم كما بلغ متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع 86 صفقة نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع وعشرين مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألفا ومائة وسبعة وستين سهما بقيمة إجمالية قدرها خمسة ملايين وخمسة وسبعون ألف دينار بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال أربعمائة وثلاثين صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم إحدى وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ست أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو ونتابع الآن أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان انضمام المملكة إلى المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS التابع لصندوق النقد الدولي والذي يعد من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول وأكد الجدعان أن انضمام المملكة لهذا المعيار خطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية وتدعيم الخطوات السابقة التي قامت بها المملكة في هذا المجال مثل تطبيق دليل إحصاءات المالية الحكومية لصندوق النقد الدولي لإضافة إلى إصدار التقارير المالية الدورية والخاصة بالميزانية كما تدعم تطوير قياس ونشر البيانات الاقتصادية في المملكة في إنجاز جديد يعكس نجاح نهج العمل الطموح الذي تنتهجه إمارة دبي نحو أعلى مراتب الريادة العالمية في مختلف المجالات حلت دبي في الترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم وذلك وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية حيث أحرز مركز دبي المالي العالمي قفزة في المؤشر الذي يضم أكثر من مئة مركز حول العالم متقدماً أربع مراتب من ترتيبه الثاني عشر ضمن المؤشر السابق وصولاً إلى هذا التصنيف الذي يعد الأفضل منذ تأسيسه مؤكداً نجاحه في تحقيق تقدم مستمر في التصنيف العالمي منذ إطلاق المؤشر قبل 12 عاماً أعلنت الخطوط الجوية القطرية خسارة قدرها 2.3 مليار ريال قطري لسنة المنتهية في 31 مارس حيث تصارع مع السنة الثانية للمقاطعة التي فرضتها الدول العربية مما حد من طرقها الجوية وأدى إلى ارتفاع التكاليف وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان إن الخسائر تعزى إلى فقدان وجهات كانت مربحة وارتفاع تكاليف الوقود وتقلبات العملات الأجنبية هذا وتواصل قطر تمسكها بسياستها التخريبية وهو ما أدى إلى انهيار قطاع الطيران والخدمات والفنادق القطري وتواصل النزيف الاقتصادي منذ المقاطعة وتعثر العديد من شركات القطاع الخاص ومغادرتها السوق القطرية نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل جوجل تخطط لاستثمار ثلاث مليارات يورو في مراكز البيانات الأوروبية على مدار العامين المقبلين بهدف التوسع قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز واحدا فصل ثمانية مليار دولار خلال العام الفين وتسعة عشر وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة وأوضح تقرير البنك الأسباب في انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويلات عائدات السلطة من الضرائب ورسوم الاستيراد الأمر الذي خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن بلاده سوف تستمر في اتخاذ موقف قوي في حربها التجارية مع صين وقال مايك بينس إن عصر الاستسلام الاقتصادي انتهى وأن الولايات المتحدة لا تدير فقط عجزا تجاريا بقيمة 500 مليار دولار مع صين لكن البلاد تخسر كذلك الكثير جراء سرقة الملكية الفكرية كل عام وبلغ عجز تجارة السلاع للولايات المتحدة مع صين 419 مليار دولار في عام 2018 بزيادة 11.7% عن أنقام 2017 وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي واتهمت واشنطن بكين مرارا بسرقة الملكية الفكرية وهي المزاعم التي دائما ما كانت فيها الصين قرر البنك المركزي في الصين ضخ 120 مليار يوان في النظام المالي مع السعي لتعزيز سيولة في السوق وقال بنك الشعب الصيني إنه ضخ 40 مليار يوان في السوق عبر اتفاق إعادة الشراء الريبو لمدة 7 أيام عند معدل فائدة بنحو 2.55% كما ضخ 80 مليار يوان عبر معدلات الريبو لمدة 14 يوما بسعر فائدة 2.7% وذكر المركزي الصيني أن تلك الخطوة تستهدف تعزيز استقرار السيولة مع اقتراب انتهاء الربع الثالث من العام الجاري وتعتبر اتفاقيات إعادة الشراء أو الريبو عملية تتم بين عبر شراء البنوك المركزية وصولا من البنوك التجارية مع اتفاق إعادة الشراء للمصارف لهذه الأوراق المالية مرة أخرى ونتابع الآن أبرز مشارات لسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية أعلنت شركة جوجل بأنها تخطط الاستثمار 3 مليارات يورو في مراكز البيانات الأوروبية على مدار العامين المقبلين بهدف التوسع وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل سندر بيجاي عبر مدونات الشركة إنه في فنلندا للقاء رئيس الوزراء وإعلان الاستثمارات الجديدة والتي سترفع إجمالية استثمارات الشركة في البنية التحتية التكنولوجية في أوروبا إلى 15 مليار يورو منذ عام 2007 ولدى جوجل مركز بيانات في مدينة هامينيا استثمرت فيه بالفعل مبلغ 800 مليون دولار من أجل استبداله بمصنع قديم للورق هناك وتتواجد مراكز البيانات الأخرى التابعة لجوجل في سويسرا وإيرلندا وبلجيكا ترجمة نانسي قنقر